السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة وصفات اسماء كيكا ديال الكاسرونة ببيضة واحدة بدون فرن كاتجي رائعة سهلة وخفيفة مكونات بسيطة ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وغادي تحتاجها معلك الا تابع لفيديو من الاول حتى الاخير وفرجة ممتعة غنحتاج هنا بيضة كاملة معها قبصة ديال الملح ومعها كاس ديال السكر سانيدة والعبار هنا بالكاس ديال العنبة غنخلط هاد المكونات حتى كي نساجموه مع بعدياتهم ما كيبقاش بيلي السكر سانيدة مع البيض وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت العبار بالكاس ديال العنبة وغادي نعاود نخلط هاد المكونات وغادي ناخد كاس ديال الحليب يكون شوية دافي باش كيدوب لي هاد القهوة سريع الدوابان فيه ملعقة ديال القهوة سريع الدوابان مع كاس ديال الحليب هنكوبهم على هاد الخالط وغادي ندير جوج صاشيات ديال الكاكاو ممكن تعاودوهم بجوج ملاعق ديال الكاكاو سواء عندك صاشية او اللي عندك الكاكاو ديال العبارة غادي نكوب صاشيات كاملين وغادي نخلط كذلك جيدا من بعد غادي ناخد واحدة صفاية اللي غنوضع فيها جوج خميرات ديال الحلوة هنا انا عندي الخميرة ديال العبار عارفة القياز ديالها والقياز يعني جوج خميرات ديال 7 جرام في المجموع 14 جرام غندير كذلك جوج كؤوس في الاول ديال دقيق الابيض غنخلطهم مزيان ومن بعد من لي خالط خفيف غنضيف الكاس الثالث هنا يا لبنات ما تجيوش وتكبو الكاس الثالث انتوما كاملين هنا غادي تديرو مثلا نص كاس حتى كتشوفو الخالط إلا باليكم الخالط ولا هو هاداك سفي كتحبسي إلا باليك الخالط بقي خفيف كتزيد النص الاخر حتى كتكملي ثلاثة ديال الكؤوس حين احنا ضيفي الكاكاو وفي نفس الوقت يعني الكاكاو احنا زيدينو كيتشرب وقدر يكون دقيق يتشرب وكيبقى تانية لحسب الحجم ديال البيضة يعني إلا كانت البيض كبير واحدة تقدر تستغرق لك ثلاثة ديال الكؤوس إلا كان مثلا البيضة صغيرة تقدر ما تدخلش لك الكيكاو ثلاثة ديال الكؤوس كاملين هنا من بعد مدهند الكاسرونة بشوية ديال الزبدة ورش ودرتها بالدقيق كاملة من الجوانب شعلت البوطة ونقصتها على نار مهيلة يعني تنقصيها تلخر حطيت الحديدة اللي كان حط عليها الطاجين ممكن تديروا غير المقلة إلا ما عندكمش الحديدة وخليها فوق البوطة 45 دقيقة حتى تشمي الريحة ديالة وممكن ما تستغرقش 45 دقيقة غير تشمي الريحة ديالة حيضي عليها الغطة الغطة شوية وقل بيها إلا القيت لها نشفات وطابت سافرة تقدر تدير لك بين ربعين تلخمسة وربعين دقيقة كتكون واجدة هذا هو الشكل ديالها من بعد إما طابت ونشفات بالنسبة للتزيين كي يبقى لكم الاختيار إما دهنب المربى والكوك إما إلي عزيزي لك الشوكولات ممكن تديري لها سوس ديال الشوكولات كاز ديال الحليب ملعقة ديال الزيت تقريبا واحد ستديال قطع ديال الشوكولات الأسود وملعقة ديال الكاكاو جوج ملاعق ديال السكر سانيدة وكي يبقى على الحصة بالضوق وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان البنات هنا اللي بغى ما يضيف الشوكولات ممكن يعاوضو بالميزينة او بالكريم باتيسير البودرة ديال الكريم باتيسير اللي بنك هاد يالشوكولات وهنا قدنا نتقب تقب الكيكا كاملة ومن بعد كبيت هاد السوس من الفوق غادي نسرحها مزيان من الجوانب ومن الفوق كدالك قدرت لها هاد الشبيكا باش لا هبطاتش حاجة تهبط في الشبيكا وهنا حطيتها في التبصيل ديال التقديم وقطعتها على ثمانية ديال القيطة وبالنسبة للتزيين كي بقى ليكم اختياري ممكن تديرو غير الكوك ممكن تديرو غير اللوز مهرمش او الكوكاو يعني اولى الشوكولات تحكو الشوكولات الاسود تحكو كي بقى ليكم هنا تزيين اختياري وبالحاجة دي من اللي كنقول لكم الحاجة اللي متوفرة عندكم في هادك الساعة انا هنا درت الفيرميس الاسود شوية ديال فيرميس الابيض وشوية ديال فيرميس الالوان وكذلك واحد الكوكاو كانت هو متوفر عندي درت منو وكانت ادوى الشكل ديالها من بعد ما كملتها تزيين كتجي راقية في شكل ديالها وكذلك كتجي ناجحة جربوها ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هاد الكيكا كتلاقي لك انتي مخيمة في الصيف الصيف ده بجاي كنعارفو ان الناس كي يخيموه كي يكريو دار مثلا تقدر الدار ما تكونش فيها الفران يعني كتقدر يديري هاد الكيكا ديال الكاسر هنا يلا سكتات لك البوطة ديال الفران وتقدر يديري ها في الكاسر هنا يلا جيين عندك الضياف وحتاجتيها يعني كتجي اكتر من رائعة انتي كتشقاي هادك النهار ما بغش نيائي انت شعلي الفران انتي كتشقاي وفي نفس الوقت الكيكا كتطيب حداك فق البوطة كتجي خفيفة وطالعة وكتجي ناجحة ان شاء الله غادي تولي معتمدة عندك يعني غادي تولي عاكز على الفران انك يتشعليه وديري فيه الكيكا ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم مجربوها بهذا المقادر وبهالطريقة اللي قلت لكم ان شاء الله تنجح معاكم من هناك يسالي لفيديو وغا نخليكم مع بعض من الصور ديال الكيكات اللي عندي في القناة اللي ممكن انكم تعتمدوهم كيكا ديال المناسبات او الكيكا يومية اللي كتحضريها دائما ان شاء الله ينالو الاعجاب ديالكم الى اعجبكم الفيديو بارتاجيه مع الاحباب والاصدقاء وما تبخلوش علي باللايكات ديالكم لايكات ديالكم هي اللي كتدعم الفيديو شكرا على المشاهدة الى فيديو قادم والى وصفة قادمة باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة